اشتركوا في القناة عن رؤية اثاث البيت النهاردة هنتكلم عن بعض الرؤى المهمة والتي لم اذكرها في اللقاءات السابقة عن قضية رؤية الاثاث الخشبي اول رؤية معنا وهي رؤية بيع الاثاث القديم انت ما اشتريتش انت بيعتي بس رؤية بيع الاثاث القديم دي بداية حياة جديدة فربما تكون لبعض الاشخاص زواج وربما تكون لبعض الاشخاص سعة رزق وربما تكون لبعض الاشخاص زوالهم اذا تغيير او بيع اثاث البيت لرؤية محمودة تغييرات ايجابية في الحياة رؤية اثاث العروسة بنتي بتتزوج وشفت الاثاث بتاعها هذه الرؤية تدل على زواج قريب ولو ان اللي شاف الرؤية دي رجل متزوج هذه الرؤية تدل له ايضا على الزواج من ثانية نفس الرؤية للمرأة المتزوجة تبشرها بالحمل اما رؤية ديهان الاثاث هذه الرؤية جميلة تدل على الامان وتدل على الطمأنينة في الحياة واحيانا تدل على حدوث اشياء جديدة واحيانا تدل على اصلاح العيوب بدلالة ديهان او طلاء اثاث البيت الخشبي رؤية تغييره رؤية تغييره من الممكن اني مثلا اغير شيء في اثاث البيت كالمكتب مثلا مكتب فقط هذه الرؤية تدل على الترقية المكتب متعلق بايه بشغلي وبعملي سواء اذا كنت تاجر اعد على مكتب سواء اذا كنت مهندس اعد على مكتب سواء اذا كنت موظف اعد على مكتب فهذه الرؤية تدل على الترقية وربما تدل لمن لا يعمل على الوظيفة وربما تدل على مكافأة مادية سوف تأتيني في الطريق فهي تغييرات ايجابية جميلة لصاحب العمل ومن لم يعمل تدل له على عمل جديد رؤية نقل الاثاث هذه الرؤية تدل على تخلص من المشاكل والهموم وحيانا تدل نقل الاثاث على منصب جديد وحيانا تدل على سلوك الرأي الجيد في التعامل مع الاخرين اخر رؤية معنا وهي رؤية تحطيم اثاث المنزل ودي انا خليتها في النهاية او تركتها لاخر الفيديو فرؤية تحطيم اثاث البيت رؤية غير محمودة هذه الرؤية هذه الرؤية بمثابة انذار بحدوث اشياء سيئة للغاية وربما تدل هذه الرؤية على قطع علاقات جيدة علاقات اجتماعية بين الاهل ومع شديد الاسف انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته